تاريخ النار كلها عارفة واحد من أهم الأدوار اللي بيقوم بيها المصرح هو التواي والتثقيف وأيضا الاحتفاء برموزنا وتعريف الأجيال الجديدة كمان بهم ومن هذا المنطلق انطلقت بالفعل الأسبوع الماضي مبادرة متميزة جدا وهي ولد هنا هذه المبادرة هي ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال واللي بتهدف للمساهمة في تعريف الأجيال الجديدة في جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية في مختلف المجالات وإظهار القدوة والأمثال أو المثل الأعلى ليهم خلينا عرف تفاصيل أكتر عن المبادرة وتفاصيل العرض من المخرج محمد الشرقاوي المشرف على مصرح المواجهة والتجوال سبع الخير على حضركنا ورنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير عليكم سبع الخير محسوط أننا موجود معكم من شرف لينا فاند شرف لينا مبادرة ولدة هنا جاءت الفكرة من خلال شغلنا في مشروع مصرح المواجهة والتجوال اللي بينفذ الفعاليات السخفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن خلال التجوال في السبع سنين اللي فاتوا دولت كان عندنا حاجة مهمة جدا لما بنتكلم مع الشباب في القرى والنجوع للرموز اللي اتولدت في الأماكن اللي هم اتولدوا في نفس الأماكن فيها للأسف الوعي ما كانش على القدر الإسهامات الناس دي في الحياة وفي البلد عموما فكان اجتماع مع الأساس خالق جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وقررنا أن احنا نطلق المبادرة دي المبادرة تولد هنا المبادرة باختصار في خلال السنة دي بتقدم تلت عروض العرض الأولاني اللي هو طلع بالفعل توتا توتا تأليف طارق عمار واخراج سعيد منسي ده بيتكلم عن التنوريين في الدلتا العرض الثاني هيكون السمسمية اخراج السعيد سليمان وده بيتكلم عن التنوريين في مدن القناة وسينا والعرض الثالث يمجب اليوم وليلة ده هيتكلم عن الرموز التنورية اللي اتولدت في صعيد مصر خلال المفاجأة بقى أن خلال رحلتنا احنا في البحث اكتشفنا أن احنا كمان ما نعرفش كتير عن الناس دي وعن إسهامات الناس دي توتا توتا بيعرض يوميا على خشبة المسرح العاين بالمانيان وطولة لمجموعة من شباب أكاديمية الفنون والطلبة في المعاهد الفنية أو في أدب مصرح أو من المصرح المستقل المفاجأة الأكبر كانت في ردود الأفعال لأن حرج بتسباحة ضد الطيار إزاي في وسط ما يعرض أن تتناولي مادة دسمة زي دي وإزاي تحوليها لدراما وفن وتتكلمي عن الناس دي الناس دي كانت عظماء أمثال مين يا فندم؟ أمثال مين؟ قلت أن نتكلم عن التنويريين هل نختص بمجال معين ولا الموضوع مفتوح لكل من كانت له إسهامات في هذا الوطن؟ كل من كانت له إسهامات في الحياة المصرية سياسية رياضية لو نتكلم عن عرض توتا توتا تحقيقا توتا توتا النمازج اللي نحن نتكلم عنه نبوية موسى الدكتور أحمد زويل أحمد لطف السيد الشيخ النقشباندي كل من ولد في دلتا مصر وبنراعي أن يكون مش في مجال واحد يعني مثلا إحنا كان في قضية مهمة جدا كانت ممبعة برضو لنا وفي تفكيرنا حادثة شهيرة جدا حصلت من خلال فكرة تجديد الخطاب الديني أو الموأمة ما بين الفن والدين وأن الاتنين مش ضد بعض الشيخ سيد النقشباندي كان الوسيط أنه يغني واحدة من أهم ألحان لأستاذ بغير حمدي كان السيد الرئيس أنور السيدات الرحيم أنور السيدات فأخذنا ده كان جزء من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها قصة مهمة جدا احنا بدأ رد يوميا ومنتظرين كل الشعب المصري ان هو يتفرج ردود أفعالها هيلة جدا الناس دي تستحق وكان شيء مهم جدا احنا برضو بنتكلم فيه لما تقيس الأزمة اللي الناس دي كانت عايشة فيها أو كان المجتمع المأزوم اللي الناس دي عايشة فيه وتقيسوا بالنهاردة لا الناس دي كانت بدأت من من تحت السفر في فكرة الدفع للنهضة بالمجتمع المصري شغليني يوميا ونتمنى أن كل الشعب المصري يجي يتفرج يعني عليهم طيب عايزة أعرف برضو من حضرتك يعني بالنسبة للعرض هذيك قلت بيعرض فيه مسرح في المانيا المصرح العائم المصرح العائم مقر فرقة المواجهة والتجوال هل هيتم أنه هيحصل مثلا عرض توتا توتا فيه محافظات أخرى إيه اللي هيحصل يعني مهم جدا القصص دي زي ما حددت تتكلم ونحن نتناول شخصيات عامة وقامات مصرية وبنتناولها حتى بمحتوى يجزي بانتباه الشباب هل هيتم فعلا عرض هذه المصرحية فيه محافظات أخرى بالفعل احنا بننفذ مشروع اسمه مشروع مسرح المواجهة والتجوال وده اللي انطلق من حوالي ثلاث أسابيع هدفنا السنة دي الوصول لمئتين وعشرين قرية من كرة كريمة في حوالي عشرين محافظة من المحافظات المصرية باثناشر عرض مسرحي أحدهم هو توتا توتا هو بالفعل بتعرض دلوقتي على في القاهرة في شهر ديسمبر بإذن الله هيكون فيه الغربية والبحيرة والمنوفية والدأهلية في الدلتا وبعد كده هينطلق لأقاليم مصر بالتوازي مع مجموع العروض الأخرى اللي بتتحرك وبتروح للقرى والنجوع والمحافظات المصرية حمل كبير جدا وموضوع مهم أنه يحصل في الوقت الحالي الفن والثقافة وهي الحائط صد لأي أفكار متطرفة دايما وإحنا بروح كرة حياة كريمة طول الوقت وإحنا ماشيين في المشروع المهم ده بنشوف في كل قرية النمزج اللي أنا عاولها الحضر لتك مركز تكنولوجي بنشوف وحدة صحية بنشوف طرق بنشوف بنية تحتية على أعلى مستوى مين اللي حيحافظ على البنية التحتية دي وإزاي يبقى فيه حاقة صد الوعي والوعي والوعي اللي هو مش موجه مش موجه أنت بتحاول دايما بعروض العرائس للأطفال أو عروض المسرح قوم للطفل أنت بتشتغل على النشق الصغير أنت تعرفوا يعني دولة ويعني إيه بلد ويعني إيه وطن يعني إيه جغرافيا ويعني إيه حدود وعظمة البلد يعني مثلا عندنا نموذج من نموذج عرض اسمه رحلة سنوحي من إنتاج مسرح القهارة لعرائس الليلة الكبيرة عروض مهمة من إنتاج المسرح القومي من إنتاج مسرح الطليعة لنجوم كبار حابب أقول إن المجهود ده مش مجهود فرد أو مجهود لا فكرة التكامل ما بين الوزارات المعنية وفكرة الصخافة وزارة الصخافة مش هي لوحدها اللي حتقود القاطرة إحنا ممكن نكون قدام بس في وزارات معنية وحابب أشكر كل الوزارات اللي بتشاركنا في المشروع المهم ده وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي لهاي العامة لأصول الثقافة وبرضو في المشروع وفي المحافظات فيه رافض جديد بقى معانا إن احنا بنعرض بنخصص يومين من العروض بتاعتنا في كل محافظة على مصر على سارح العواصم بنعرض للمجندين الداخلية وبنعرض للإستاذ الزباط وبنعرض لقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة وأسر الشهداء كنوع من أنواع الدعم المعنوي كلنا عارفين والعبء والحمل اللي مرمى عليهم طيب أستاذ محمد وحضرتك كمشرف على هذا المشروع وفي نفس الوقت كمخرج إزاي المخرج يقدر يصيغ هذه القصة بشكل يبقى جزاب للجمهور يعني مثلا حضرتك ذكرت مثلا دلوقتي قصة الشيخ النقشباندي وتعاونه مع بليخ حمدي ممكن أي حد يدخل على موقع من المواقع على الإنترنت ويقرأ هذه القصة لكن أننا نقدمها في شكل عرض مسرحي يجذب الجمهور إزاي نقدر نعمل ده هنا بقرية المسرح المسرح فن حي منضبط حيوية المسرح وفكرة هنا والآن وأن الطفل يكون موجود أو الشاب ويشوف ده بيحصل قدامه وده بيبقى زي صندوق الدنيا تفتح عمره ما هيينسى ده أنا وانا طفل إنه دهن دهيتني إنه شفت حاجة زي كده فروحت لها ومو مش شرط ومو شرط إنه إنه هو يمارس الفن بس الفن هيساعده على فكرة الخيال أنه يكون دكتور كويس مهندس عنده قدرة على الادع طفل جدا معه أي مجال هو أي حاجة هو هيتناولها بعد كده فكرة الخيال وفكرة دايما أنا مع مجموعة العمل وما بنبقى عديم بنفكر أنا بقول لهم إحنا بنلعب لعبة صعبة لعبة صعبة جدا 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 في ظرف ضد كل الحاجات اللي بتحصل اللي بتساعد على تزييف الوعي فمهمة كبيرة جدا علينا وكمان حابب أشكر السادة الفنانين والفنيين في البيت الفن للمسرح اللي بيتحملوا لعب الشديد ده حرارك مثلا نموذج لفناني ولعب المسرح العرائز المسرح ده الوحيد اللي موجود في الشرق الأوسط ولعبينه من أهم يعني كل حاجة في الدنيا قيمة كبيرة دي قوى النعم الحياة المصرية إنه هو يروح كرة حياة كريمة وأنه يسيب بيته وواجب مجتمعي برضو يا فندم يعني هو الحقيقة إنه زي ما بيقول إن الفن بيؤثر في وعي المجتمعات بشكل عام وفي وعي الشعوب وهو طبيعي بيؤثر من خلال الفنانين فبالتالي أكيد الفنانين ليهم دور مجتمعي مهم جدا زي ما الناس بتقدر تشجع الفنانين دول وبتقف وراهم وبتدعمهم في نفس الوقت كمان الفنانين دول عليهم دول كبير جدا تجاه مجتمعهم فبرضو عايزة لحضرتك في نقطة مهمة يعني حضرتك تحدثت عن فكرة التحديات اللي تبقى موجودة أمامكم دلوقتي بجانب فكرة تزييف الوعي وتحريف القصص والحكايات في برضو فكرة وجود الانترنت والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بقى فيه عوامل جذب كتير جدا حتى إن كان في المسرح نفسه وفي تقديم العروض المسرحية بقى فيه عوامل جذب كتيرة جدا وكبيرة جدا مبهرة بتجذب الجمهور بشكل أكبر لو هنتكلم تحديدا عن الشباب وكمان يمكن الأطفال أكتر تحدي أكبر عايزة عرف العوامل دي أو التحديات دي أنتوا بتتعاملوا معاها إزاي وعلى جارة بآخر فكرة العرض المسرحي في حد ذاته لتكلفة كبيرة برضو لو تكلمنا عن التكاليف عشان ده نقطة مهمة لأنه فكرة العروض المسرحية دي أكيد مكلفة بالفعل زي ما حدريك بتقولي كده بس يعني إحنا عندنا حاجة مهمة برضو فكرة التطور أو التكنولوجيا أو طبق الكلمة هي الأهم وده المشكلة الكبيرة اللي بتواجه ناس كتير أنها بتهتم بالصورة ويكون المضمون بتاعها مزيف أو مش موجود اتفرج على فيلم أجنبي أو اتفرج على صورة يجبه فعايز ننفذها تاني يوم إيه المضمون نفسه محتوى إيه المحتوى نفسه اللي أنا هقدمه أو أننا هقوله للناس أنت ربنا إداك حاجة حباك بيها دون سائر البشر هي فكرة البحث عن الحقيقة أن ربنا وراك جزء من الحقيقة دي وإنت لازم تكون عامل مساعد أن أنت توري للناس أو تكشرف لهم الحقيقة دي أو توريها لهم التكاليف عالية جدا بس أنا حابب أن أقول لحضرتك أن الفنانين برضو وارجع عليهم في البيت الفنين للمسرح وبخاطر الأساس خالق جلال مش بياخدوا فلوس كتير يعني كنت متأكدة ولاي كنت متأكدة من النقطة يعني أنا أقول لحضرتك أن أنا بدأت سفري 50 جنيه بس مش بشتكي أنا عارف اللحظة اللي أنا بمر بي هي فكرة فضيلة التنازل أن أنت تدور على جيل فيش دولة بتفكر في النهاردة الدولة اللي بتفكر في النهاردة بتتعبت وده اللي حصل لنا قبل كده فكر في بكرة فكر أن في جيل تاني منتظر أن أنت تسيب له الأرض دي ودي مسؤوليتي أنا أفضل وأنه يتربى أحسن من أنت تربيت يتعالج أحسن من أنت تعالجت ده مهم جدا وإحنا كجيل برضو كجيل الشباب اللي خدنا المسألة كلها الفترة اللي فاتت دي وما بنشتكيش يعني يعني مش يعني إحنا عارفين وعشان كده إحنا بنحاول أن يكون الدعم من الدولة ومن مختلف الوزارات ده اللي أنا بكلم حضرتك علي يعني بمعنى أصح الفنانين دي لما هتتنقل هتتعود فين دور وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب والبنية التحتية المهمة اللي اتعاملت خلال السنين اللي فاتت مدن الشبابية وي 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 أماكن محترمة أن الناس تتعود فيه وسيلة الانتقال في القرى وانا عايزة أقول حدريك على حاجة يعني مثلا بروح نهرت حلايب وشلاتين إحنا بنقول حلايب وشلاتين اللي ما نعرفوش أنه مابين حلايب وشلاتين أربعة ساعات فتخيالي بقى أن أنت توصل لقرية أبرماط دي آخر قرية على الحدود مابيننا ومابين السودان وتيعرضي فيه أما تروحي العريش أما مثلا لقصور وأسوان مصر كبيرة ومصر تستاهل قرى الدلتة مدن القناة طول الوقت احنا بنحلم من المشروع ده يكبر لأن برضو هو الانتاج الاحترافي اللي كان محبوس في منطقة وسط البلد وده برضو راجع لأن فيه رؤية سياسية أن أخرجوا للأطراف أخرجوا للمناطق الحدودية أخرجوا للناس الأفكار كلها بتتخاني بمعنى؟ بمعنى البيئة الخصبة للطيرات الأصولية والطيرات اللي كلنا عارفينها في الريف وفي الأماكن المهجورة اللي مكانش فيه أنا بن قرية أنا تولد مكانش فيه وحدة صحية ولا 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 فأنت بتساب لحد تاني يشكلك بقى بإزازة الزيت وكل السكر وي 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 فالدولة دلوقتي واللي أنا شايفه لأن أنا رحت أنا بكلم حضرتك وأنا عرضين في 1200 قرية على مستوى السبع سنين اللي فاتوا دولت في مصر فأنا شفت في 1200 النموذج اللي أنا بكلم حضرتك عليه وشفت الطرق والناس دي ملهز الصوت على السوشيال ميدي الطبقة دي اللي هي أكتر من حوالي 90% من الشعب المصري فعشان كده أنا بدفعت بكل ما قطيت من قوة عن الناس دي اللي أنا منهم وكلنا من يعني مفهوم أكيد واصل طيب أستاذ محمد عايز أعرف من حضرتك إيه أكتر عرض أو أكتر شخصية تناولتوها من خلال هذه الحملة كان لها تأثير على الناس وكان فيه تفاعل من الجمهور معاها وتأثيرها كمان على الناس بشكل عام أنه أنا أكون مثلا من هذه القرية وحضرتك جاية تقول لي أن هذا الشخص أو هذه الشخصية العظيمة ولدت هنا في نفس القرية وكان لها تأثير كذا وكذا وكذا فيه تاريخ مصر كله ده تأثيره إيه على الشخص نفسه اللي عايش في هذا القرية والله المسألة يعني أنا دايما بحب أطلع معروض العرائز العروض بتاعتك فرقة معروض أنا ما بشوف الأطفال كمية الخيال اللي اتفتح قدامهم ويجي لك ردود أفعل بعد كده احنا عملنا في المدرسة مثلا فشافوا فصوروها فعملوا ده تاني يوم فقلدوا الشخصيات فولده هنا حيبقى فيه لقاء تاني بإذن الله لما تخرج بقى ويكون في المطبعات بتاعت الشخصيات دي أقول لها لحضرتك بس مثلا أنا أقول لحضرتك نموذك أما أكون مثلا في المينيا فشاب في كلية الأداب فبقى أكلمه عن طه حسين فهو مش عارف الرجل ده عمل إيه فدي حاجة يعني يعني صعبة يعني دي مشكلة وآه فهنروح بده وفي الغربية وبدعوكم أن أنت تجدوا تغطوا معنا بقى وتاخدوا ردود الأشار طبعا وتشوفوا الشباب هتطلع عاملة ازاي حابب برضو أن أنا أخص بالشكر مع الوزيرة الدكتور نفيني الكناني على أنها سيبالنا مساحة أن احنا نعمل كل اللي احنا حابين وفي الفترة اللي فاتي بيه نشكر حضرات جزيل شكرا طبعا مجهود كبير جدا ومبادرة مهمة جدا لأن زي محضرات بتقول فكرة أنه طول الوقت ما بنبقاش دايما بنفكر الأجيال الجديدة وبنقول للأجيال الجديدة مصر القيمة والقامات اللي كانت موجودة عندها دي نقطة مهمة قوي ومشكلة لما يكونش عندنا الأجيال الجديدة عارفة بالضبط مين كان موجود في مصر وعمل ايه مش بس المصر للعالم كله الحقيقة فشكر حضرات جزيلة شكرا طبعا المخرج محمد الشرقوي المشرف على مصر حق المواجهة وات جوالنا وارتنا في سبعة أخير شكرا جزيلة